السلام عليكم أعزائي سوف نخصص هذه الحصة لتصحيح تمرينين 2 صفحة 123 من درس الكتلة الحجمية نبدأ بالتمرين رقم 1 صفحة 123 السؤال هو أتمم ملأ الجدول الثالث إذن علينا أن نقوم بملأ هذا الجدول الأعزائي السؤال هو أحدد الكتلة الحجمية للحديد إذن هنا في الجدول لدينا قياس حجم الحديد بماذا بسنتيمتر مكعب ولدينا هنا قياس كتلة الحديد بماذا بالكرام إذن لدينا هنا 1 حجم هذه القطعة 1 سنتيمتر مكعب وهنا لدينا الكتلة هي 7.86 جرام إذن نحن هنا سوف نقوم بماذا بتحديد معامل تناسب هذا الجدول إذن سوف نقوم بقسمة ماذا أعداد سطر الثاني على أعداد سطر الأول إذن 7.86 قسمة واحد إذن معامل التناسب هو ماذا هو 7.86 كما تلاحظون هنا إذن لنمر من أعداد سطر الأول لأعداد سطر الثاني فنحن سوف نقوم بعملية ماذا الضرب إذن سوف نقوم بضرب 0.25 في ماذا في 7.86 فنحصل على فنحصل على 1.96 إذا أردنا أن نمر من أعداد سطر ماذا الثاني إلى أعداد سطر الأول سوف نقوم بعملية القسمة إذن 23.58 نقوم بقسمتها على 7.86 نحصل على 3 وهنا أيضا سوف نقوم بنفس الطريقة 11.79 نقوم بقسمتها على 7.86 فنحصل على 1.65 هكذا أعزائي نكون قد ملأنا الجدول فسوف نمر للكتلة الحجي بالنسبة أعزائي لحساب الكتلة الحجمية لدينا الكتلة على الحجم إذن الكتلة الحجمية للحديد هي 7 نتبهوا معي جيدا 7.86 على 1 لأن الكتلة هي 7.86 والحجم هو 1 إذن الوحدة هي ماذا هي القرام على ماذا على سنتيمتر مكعب هكذا نكون قد حصلنا على الكتلة الحجمية للحديد نمر للتمرين 2 صفحة 123 أحسب كتلة القطعة المعدنية المكونة من صلب إذا علمت أن الكتلة الحجمية للصلب هي 7.85 كيلوغرام على فئة ديسيمتر مكعب إذن لدينا هنا هذا المجسم كما تلاحظون إذا لاحظتم معي جيدا فهنا لدينا متوازي المستطيل الأول ويمكن أتع Scan المستطيل الأول ويمكن أن أقوم بحساب أحسب حجم متوازي متوازي هذا المستطيل وهنا يمكنني أن أقوم بحساب بحساب 1 حجم متوازي هذا المستطيلات هنا لدينا الكتلة الحجمية ونحن علينا أن نحسب الكتلة إذن أولا سوف نحسب الحجم إذن إذا كانت هذه القطعة تساوي 10 فهنا سوف نحصل على 5 ومن هذا الجانب أيضا 5 إذن الارتفاع لدينا كما تلاحظون 10 هنا وهنا 7 إذن سوف نقوم بحساب ماذا حجم هذا المجسم شاهدوا معي جيدا إذن شاهدوا معي أعزائي لدينا في المعطيات الكتلة الحجمية هي 7.85 كيلوغرام في الدسيمتر مكعب إذن سوف نقوم بحساب كتلة القطعة المعدنية لحساب الكتلة القاعدة هي الحجم في ماذا في الكتلة الحجمية إذن لحساب حجم هذه القطعة فهي تساوي 8 في 5 في 10 زائد حجم ماذا حجم متوازن مستطيلات الثاني الذي لدينا 8 سبعة وفي 5 إذن نقوم بضرب الطول في العرض في الارتفاع فنحصل على V تساوي 400 زائد 280 إذن نقوم بجمع هذين الخارجين فنحصل على 680 سنتيمتر مكعب إذن بما أن لدينا هنا كما تلاحظون بالديسيمتر فسوف نقوم بتحويل الحجم أيضا للديسيمتر إذن فنحصل على 0.68 ديسيمتر هكذا نكون قد حصلنا على ماذا حصلنا على الحجم إذن يمكننا أن نقوم بحساب الكتلة M نرمز للكتلة بM M تساوي 7.85 كيلو جرام في الديسيمتر مكعب في 0.68 ديسيمتر مكعب فنحصل على نقوم باختزال ديسيمتر مكعب مع ديسيمتر مكعب فنحصل على 5.338 كيلو جرام إذن الكتلة هي كم؟ هي 5308.338 كيلو جرام ترجمة نانسي قنقر